بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على حبيب المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى ها نحن أيها الإخوة الكرام في يوم المبارك الذي قال عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم أفضل شيء يفعله المؤمن في هذا اليوم هو إهراق الدم وإنها لتقع عند الله عز وجل بمكان قبل أن تراقى تلك الدماء على الأرض عن المسلم يا إخوة الإيمان في هذا اليوم المبارك أن يستقبله بالتكبير سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم يعني السنة جمعاء لا تغيب طبعا هناك بالسبب هذا المرض كورونا ممكن لا تفعل جميعا ولكن بعض السنن وهو الإنسان في بيته عليها أن يكبر حتى تصلى الصلاة العيد وقد تكلمنا تكرارا ومرارا عن كفية أداء الصلاة العيد إما أن نصليها فراجة وإما أن تصلى جماعة في البيت يعني به بالأهل انتاعوا بالزوج انتاعوا ثم بعد ذلك يسن له أن يضحي من كانت له أضحية من كانت له أضحية من كان معذورا من كان يخاف على انتشار المرض من كان فقيرا من لم يكن له مال حتى يشتري هذه الأضحية من لم يتمكن من شراء هذه الأضحية فقد ضح عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم فقد ضح النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين كما جاء صحة ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم إحداهما عنه وعن أهل بيته والثاني عن من لم يضحي من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فبشرى لكم لا تحزنوا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ضحى عن الذين لم يستطيعوا ولم يتمكر من الأضحية عاد الإنسان في هذه الظروف أن يحتاط أن لا يذبح في الأماكن العامة التي يكتر فيها الناس يعني التباعد كما نتكلم عن التباعد الصحي أو التباعد الاجتماعي نتكلم أيضا عن التباعد حتى في الأضحية يعني كل إنسان يذبح في مكان إن سطع أن يذبح في بيته فذلك أفضل إن لم يستطع فعليه أن يذبح في مكان بحيث لا يكون ذلك الازدحام والاختراط الذي يسهل من انتشار هذا المرض الذي سعت الدولة وسعى المصلحون وسعى العلماء وسعى الأطباء والحماية المدنية والأمن سعوا بكل ما أوتوا أن يحاربوا هذا المرض الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعده عننا وعنكم طبعا على المسلم أن يكون نظيفا وطاهرا لا نترك هذه الفضلات والدماء كما يفعل بعض الناس نسأل الله لأنه لهم الهداية والسلام والتوفيق لا نترك هذه الفضلات التي تساهم ولا شك في انتشار الأوبئة والأمراض وإن لم يكن مرض كورونا لكن هناك أمراض أخرى ستتضاعف وتتضاعف لذلك على الإنسان أن ينظف كما كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم نظيفا في ثيابه في جسمه صلى الله عليه وسلم وقد أملنا عليه الصلاة والسلام أن ننظف أفنيتنا وأن نخالف اليهود عليه الصلاة والسلام لا شك أيضا يا إخوة الإيمان بعد ذبح الأضحية يا إخوة الإيمان لابد أن يكون في أذهاننا وعقولنا أولئك الفقراء والمساكين الذين لم يتمكنوا من ذبح الأضحية أن نعطيهم وأن يشاركون في هذه الأضحية فقد كان سلفنا الصالح رضي الله وعن مرضاهم يقسمون هذه الأضحية إلى الثلاث نحن في مذهبنا ليست ثلاث إنما يعطي منها ما يشاء لأولئك الفقراء وقال عليه الصلاة والسلام من لم يهتم بأمر المسلمين فليس من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم حديث كثيرة وأيات كثيرة تأمرنا بالعطاء والإنفاق والجود والإحسان والتضامن الاجتماعي الذي يأمرنا به الدين الحنيف أيضا يا إخوة الإيمان علينا أن نتذكر سلة الأرحام ونحن في ظل هذه الجائحة علينا أن نتواصل بالهواتف بمواقع التواصل بكل ما يتاح لنا وأن نبتعد كل البعد عن الاحتكاك خاصة العائلة الكبيرة التي دار الكبيرة التي يجتمع فيها الأقارب جميعا عليه أن لا يجتمع هذا الاجتماع أن لا يكون هو سببا في انتشار هذا الوباء كم أولئك كم هي تلك العائلات راحت بحسن النية من أجل أن تزور مريض أو من أجل أن يذهبوا لتهان العيد ولكنهم قضوا على أنفسهم وقضوا على أهليهم وقضوا على من يحبون فهاتي الأيام يا أخوة الكرام على الإنسان أن يستغلها في طاعة الله سبحانه وتعالى وأن يكثر من التكبير وراء كل صلاة أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم علينا أن لا ننساق أن لا ننساق وأن ننسى أنفسنا بأننا في ظرف طار أن نتجنب التجمعات وأن نستمع وأن تكون آذاننا صاغية لأهل الإختصاص للأطباء الذين يعملون الليلة مع النهار يطلبون منكم أن تسمعوا لنصائحهم لأن الطواقم الطبية قد تعبت وأنتم تسمعون في كل مرة طبيب قد مات طبيب قد مات نحسبه شهيد عند الله سبحانه وتعالى لأنه ضحى بنفسه وضحى بروحه من أجل أولئك المرضى فعلينا أن نحافظ على صحة الأطباء وأن نحافظ على صحة أنفسنا وعلى صحة أبنائنا وعلى صحة والدين وعلى صحة من نحبهم ومن نكن لهم الاحتراب والتقدير لا نسمع تلك الشائعات التي تقول كيف لا يزورني أحد أقالب ولا يزورني والله ما زرتك إلا حبا فيك وحبا في الله وحبا في النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا أن نطيعه بصرة الرحم وأمرنا أن نطيعه ألا نصلك حتى لا نصل لك الأذى الذي نسأل الله عز وجل أن يرفعه عننا وعن أمة محمد جمعا غردوا في مواقع التواصل أكثر من الدعاء في هذه الأيام مباركات بقدر ما تضعون الأضحية والشيواء لكن أكثر من الدعاء فإنها أيام مباركات أكثر من اللهم ارفعنا هذا الوباء اللهم إنك عفو تحب العفة فعفو عنا اللهم إنك عفو تحب العفة فعفو عنا اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادير وهكذا طبعا أدعية كثيرة أن يبعد الله عنا البرصة والجذامة والجنونة وسيء الأسخام كما كان المصطفى صلى الله عليه وسلم لعل الله عز وجل إذا نظر إلينا ونظر إلى هذه الأدعية والأكف الضراعة التي تتوجه إلى الله سبحانه وتعالى لن يخيبنا لعله يكون رجل فينا صالح أو امرأة صالحة فإن الله عز وجل يحشرنا معها من المقبولين أسأله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا هاتي الأيام المباركات أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن في صحة وسلامة وعافية وستر وأمن وأمان وسلامة وإسلام وكل عام وأنتم بخير السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة